بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب العلاقة بين العلمانية والغنوصية للدكتور أحمد إدريس الطعان ملخص البحث الغنوصية نزعة فكرية ترمي إلى مسجل فلسفة بالدين وتشتمل على طائفة من الآراء المضمون بها على غير أهلها وتطلق خاصة على جماعة من المفكرين في القرنين الأول والثاني للميلاد العلمانية اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل في الحكومة أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصودا فهي تعني مثلا السياسة اللادينية البحثة في الحكومة وهي نظام إجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلوقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الإجتماعي دون النظر إلى الدين إن نظام اللغة وبالتحديد التأويل هو المبدأ الأساس الذي تتلقى فيه كل من الغنوصية والعلمانية فالأصل في الكلام لديهم أنه رموز وإشارات وإحاءات تخفي عكس ما تبديه وتضمر خلافا ما تظهره فكلتا الطائفتين تعول على التأويل وتعده الأساس في فهم الكلام وإذا كان الغنوصيون يفهمون النصوص دائما على أساس أن لها ظاهرا وباطنا فكذلك العلمانيون ولكن الإختلاف في المصطلحات فقط فالظاهر عند الغنوصيين هو المعنى عند العلمانيين بينما الباطن عند أولئك يساوي المغزى عند هؤلاء أو الروح أو المقصد وفي كل المنهجين يتم تجاوز صياق النص العام والخاص وسباقه وقرائنه ليصل القارئ إلى مراده من النص وليس إلى مراد النص منه وقد اتجه الفريقان إلى تأويل العقائد الإسلامية والمعجزات والغيبيات والقصص القرآني تأويلا يلغي حقائقها وأصبح القرآن الكريم مجموعة ضلاصم وألغاز لا يفهمها إلا أهل الغنوصي وأهل العلمانة وقد اتخذت الرغبة الجامحة لذى الفريقين للتخلص من الفهم السلفي أو السني للقرآن الكريم مسلكا واحدا هو التلفيق المنهجي والتنميق الخطابي عبر التجوال المتواصل بين فلسفات وخطابات مختلفة شرقية وغربية وانتقاء ما يمكن إسقاطه على نصوص القرآن الكريم من مفاهيم إن لم تلغي المفاهيم السلفية المستقرة فإنها على الأقل سوف تشوش عليها ومن أبرز هذه المحاولات الطعن في مفهوم التخاطب وتميع وظيفة اللغة ورفض فكرة الحقيقة والظاهر والسعي المستمر إلى تشتيت المعنى إلى درجة تأصل لا معنى وتمذيق جسد النص إلى أشلاء متناثرة وقد استند الفريقان في هذه اللعبة على قوانين غير ملائمة لبنية النص ولا مراعية لوظيفته ومهمته لأنها مستقاة من أصول مختلفة والقرآن الكريم يلفظها كما يلفظ الجسد المعافى عبر مناعته الذاتية الجرثومة الغريبة إذا ما أرادت أن تتسلل إلى بنيته إنه لمن المؤلم جدا أن نلاحظ الإصرار لدى الحلف العلماني الغنوصي على جرنا إلى متاهة مظلمة مجهولة باسم التنوير والتحرير في الوقت الذي نرى فيه أمامنا طريقا معبدا منورا يحتاج منا فقط أن نحث الخطى فيه وإن هذه الدراسة دعوة لمتابعة البحث في هذه الزاوية فهناك أبعاد أعمق يمكن اكتشافها وآفاق أوسع يمكن ارتيادها وليس هذا المقال إلا نواة لاكتناه الحقل الرمزي والغموضي بشكل عام والبحث عن الصلاة المجدولة بين التيارات الرمزية المختلفة كالأفلوطينية والقبال اليهودية وأوجه التأثير والتأثر بينهما وبين الفكر الإسلامي من جهة وبينها وبين الخطاب العلماني من جهة أخرى مقدمة الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في الظلام تكثر الخفافيش وفي الظلام تغيب الحقائق وتختلط معالم الأشياء ويستوي الأعمى والبصير وفي الظلام ينشط الشطار والسراق يبحثون تحت جنح الظلام عن صيودهم وغاياتهم ومكاسبهم وفي الظلام يتعالى صفير هؤلاء وتصفيقهم وضوضاؤهم يصمون الآذان ويقلقون الأذهان إذا كان ذلك ما يحصل في ظلام الحس والمشاهدة فكذلك هو ما يحصل في ظلام الأفكار والمبادئ فيحرص المغرضون على اختلاط المفاهيم واندراس الحدود والتباس التعاريف ويضيق هؤلاء بالوضوح والبيان ويتبرمون من التذقيق والإتقان وفي هذا العالم المختلط من الفوضى يتكلم الروي بذات ويتقدم الأراذل ويتصدر الأصاغر ويأم القوم أجهلهم ويقودهم أحمقهم غير أن الأدهى من كل ذلك أن تصبح الفوضى هي الأساس والعبث هو القانون والغموض هو الإبداع والهوى هو الميزان وهو ما يحصل اليوم في عالم النصوص وقراءتها وتأويلها وفي عالم الأفكار وصناعتها وتدويلها فالذين يبحثون عن الحقيقة يحرصون على اكتشاف معالم النص وحدوده وأبعاده وهو ما لا يعني أبدا تجاهل أعماقه وآفاقه الواسعة ولكنهم يريدون الحقيقة التي يحث عليها النص سواء أكانت حقيقة نظرية اعتقادية أم عملية سلوكية وفي هذه الحالة يمثل هذا الصنف موقف المحكومي الذي يبحث في النص عن مقاصد الحاكم ومراميه ويوظف لفهم النص كل وسائل الإضاءة والإثارة وهو متشوق إلى اكتناه الحقيقة والتشبث بها غير أن صنفا آخر من الناس لا يعتقدون بوجود حقيقة أصلا وراء عالم الأهواء والأغراض التي يتمرغون فيه فكل حقيقة يمكن أن تنغس عليهم وهم المتعة الذي يعيشونه هي حقيقة زائفة وكل نص يعكر عليهم نشوة السكرة التي ينعمون بها هو نص استبدادي لا بد من مقاومته بكل وسائل التشويش والتعكير والتنفير ومن هنا فإن الخطاب العلماني الغنوصي يرفض حكومة النص المحكم لأنه بنظرهم نص إمبريالي يريد أن يفرض سلطانه على قرائه بمعنى آخر لأنه نص مستنير واضح ليس فيه ظلام ولا يسمح بحرية اللعب في حين يكون النص المتشابه بنظر الخطاب المدروس هو النص المحبوب والمقرب لأنه يفتح المجال لإطفاء الأنوار وإسدال الظلام والألعاب الحرة في هذا اللعب الحر وفي هذا الظلام النصي وفي هذه الغشاوة التأويلية تلتقي كل من العلمانية والغنوصية لقاء الأحباب في تأويل أو تقويل النص القرآني والتحلل من حكومته إذن تلتقي العلمانية مع الغنوصيات القديمة المتمثلة في الهرمسية والأفلوطينية حاشية الهرمسية لفظة أطلقت في الأصل على الكيمياء السحرية لاعتقاد اليونان أن هرمس هو مبدع هذا العلم الخاص بنخبة قليلة من نوابغ الفلاسفة ومن هنا اتسع مدلول الكلمة فشمل كل علم أو فن لا يدرك سره إلا الموهوبون من البشر وأما أدبيا فقد تضمنت الكلمة معنى الإغلاق والإبهام والغموض وفرضت على القارئ التآلف القصري مع عالم خفي من الصور والأفكار عالم سحري يحتفظ الأديب بسره ملاحظة الهرمسية والغنوصية تتماهيان في مبادئ جوهرية هي النخبوية أي أن علومها خاصة بنخبة متميزة من البشر والغموضية أي أنهما تعولان كثيرا على الحدس والرموز والأسرار إذن تلتقي العلمانية مع الغنوصيات القديمة المتمثلة في الهرمسية والأفلوطينية والباطنية ومع الغنوصية الجديدة المتمثلة في الهرمينوطيقة الغربية في قضية التأويل أو القراءة للنصوص وإن كان الاتفاق بينهما لا يعني أكثر من الاتفاق على عدم الاتفاق أي أن الإنسان القارئ للنص له الحق أن يفهم من النص ما يحقق له أغراضه وإراداته دون اعتبار لما يقوله النص إن القارئ هو الذي يقول والنص عليه فقط أن يكون جهاز استقبال وتبرير لإملاءات القارئ دون أن يسمح له بالإرسال أو القول ونحن نقول هنا إنه ليس هناك ما يمنع أن يكون النص المقرؤ محرضاً على الإبداع أو حافزاً للفكر على التجديد أو الاستنباط ولكن الفهم الجديد قد يرتبط بالنص القديم ببعض الوشائج اللغوية والأصولية والقرائنية التي تسمح له أن يكون تفسيراً وشرحاً للنص القديم وقد يكون هذا الفهم هو مجرد تداعيات أو إحاءات سببتها قراءة النص ولكنها منبتة الصلة به لغوياً وأصولياً وقرآنياً ومع ذلك تصر القراءات الغنوصية العلمانية على اعتبارها فهوماً مشروعة بالنص ومؤسسة عليه وقد اعتمدت في هذا البحث على المصادر الأساسية والمباشرة للخطاب العلماني والغنوصي وحرست على أن أترك النصوص هي التي تتكلم وأن يكون منهجي هو المنهج الوصفي الكشفي التركيبي حتى لا أتهم بالتجني والتحامل وها هنا ملاحظتان منهجيتان أود أن ألفت النظر إليهما لعل ذلك يجنبني الكثير من النقد وسوء الفهم الأولى أنني في هذه الدراسة لم أتعامل مع الخطاب العلماني كأشخاص وأفراد متمايزين مختلفين وإنما تعاملت معه كمنظومة فلسفية تنتهي إلى جذور واحدة وتستند على أسس متقاربة ولذلك تجنبت ذكر الأسماء غالباً في متن الدراسة وأحلت إليها في الهوامش ولذلك أيضاً كنت أنتقل من نص إلى نص دون اعتبار لقائله مدام يتكامل مع غيره في داخل السياج الأيديولوجي العلماني لقد أراد البحث إذن أن يكشف عن الوحدة المتخفية وراء التنوع والاختلاف في المنظومة العلمانية وأن يصل إلى الجذور الكامنة غراء الأغصان والفروع فالتيارات والمدارس العلمانية الليبرالية والماركسية والحداثية والعدمية على الرغم من اختلافها إلا أنها تتفق إلى حد كبير كلما حاولنا الحفر في الأعماق للوصول إلى الجذور المادية والدنيوية التي تغديها ويكون الاتفاق أكثر وضوحاً حين يتعلق الأمر بالدراسات الإسلامية عموماً وذلك بسبب التضاد المطلق بين هدف الرسالة الإسلامية وهدف العلمانية الغربية في التعامل مع أسئلة الإنسان الكبرى وقضاياه المصيرية والثانية أنني اعتمدت على المصادر المترجمة التي تمكنت من الوصول إليها للباحثين الغربيين الذين احتاجت لهم هذه الدراسة كما توجد في البحث بعض المصادر الثانوية لم يكن اعتماد عليها كمصادر جوهرية وإنما كمكملات نفلية على مبدأ أن النافلة إن لم تنفع فلا تضر بعد أداء الفريضة وأحب أن أشير إلى أنني لا أعرف من كتب في هذا الموضوع بشكل مستقل ولم يقع تحت يدي أي بحث يسلط الضوء على هذه العلاقة بين العلمانية والغنوصية وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة المقدمة وفيها الإشارة إلى إشكالية البحث ومنهجيته وخطته المبحث الأول وشائج التواصل بين العلمانية والغنوصية الهرميسية المبحث الثاني متاهة القراءة العلمانية مراجعة النقدية الخاتمة وفيها الخلاصة والنتائج المبحث الأول وشائج التواصل بين العلمانية والغنوصية الهرميسية المطلب الأول العلاقة بين الهرمينوطيقة والغنوصية حاشية الغنوصية شيعة دينية فلسفية متعددة الصور واللفظ اليوناني غانوسيس يعني معرفة فمبدأها أن العرفان الحق ليس العلم بوساطة المعاني المجردة والاستدلال كالفلسفة وإنما هو العرفان الحدسي التجريبي الحاصل على اتحاد العارف بالمعروف وأما غايتها فهي الوصول إلى عرفان الله عز وجل على هذا النحو بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال وتعد مريديها بكشف الأسرار الإلهية وتحقيق النجاة وأصول هذا المذهب أفلاطونية لأن أصحابه أفلاطونيون في جملتهم المطلب الأول العلاقة بين الهيرمينوطيقة والغنوصية الهيرمينوطيقة هي فن كشف الخطاب في الأثر الأدبي كما تعني تقليديا فن تأويل النصوص المقدسة الإلهية أو النصوص الدنيوية البشرية وهي كذلك مساوية للتفسير أو للفولولوجيا بما هي تفسير حرفي أو نحوي وصرفي لغوي لبيان معاني الألفاظ والجمل والنصوص وهذا ما يعرف بالتفسير اللفظي وهو مصطلح مستخدم في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني هذا هو المعنى التقليدي للهيرمينوطيقة ولكن مع تطور نظرية نسبية أصبحت الهيرمينوطيقة تعنا بفن الفهم وهذا المعنى فن الفهم هو الذي سيؤسس له شلاير ماخر الذي يعد أبى التأويلية الحديثة وأصبح فن الفهم أو فن التأويل لا يتناول النصوص المقدسة فقط بل تعدى ذلك إلى النصوص البشرية ذات المضمون الطبيعي اليومي ومعنى قونها تجاوزت الكتب المقدسة إلى الكلام البشري اليومي أنها أصبح تخضع كل شيء للتأويل وتعتبر التأويل هو الأصل في الكلام وبذلك تكون الهيرمينوطيقة نمطا من أنماط القراءة والتأويل للنصوص والتراثات الفكرية عموما وهو ما سمي الهيرمينوطيقة العامة في مقابل الهيرمينوطيقة العامة التي اهتمت بتفسير الوجود تقوم هيرمينوطيقة خاصة تركز بالذات على تفسير النصوص ومن أبرز ممثليها بول ريكور ولد سنة 1913 الذي يعد كثيرا على التفسير الرمزي وهو ما سيعد أساسا تقوم عليه الهيرمينوطيقة إذ يعد ريكور الرمز وسيطا شفافا ينم عما وراءه من معنى ومعنى ذلك أن يقول القائل شيئا وهو يعني شيئا آخر في آن واحد وبغير أن تتعطل الدلالة الأولى وهو ما يسمى بالوظيفة الأليغورية للغة بالمعنى الحرفي للكلمة وهذه الطريقة لجأ إليها بولتمان في تحطيمه للأسطورة الدينية في العهد القديم والكشف عن المعاني العقلية التي تكشف عنها هذه الأساطير وهناك طريقة أخرى يمثلها كل من فرويد ومارت ونيتشا كما يبين ريكور نفسه وهي التعامل مع الرمز باعتباره حقيقة زائفة لا يجب الوثوق به بل يجب إزالتها وصولا إلى المعنى المختبئ وراءها فالرمز في هذه الحالة لا يشف عن المعنى بل يخفيه ويطرح بدلا منه معنى زائفا ومهمة التفسير هي إزالة المعنى الزائف السطحي وصولا إلى المعنى الباطني الصحيح لقد شكك فرويد في الوعي باعتباره مستوى سطحيا يخفي وراءه اللاوعي وفسر كل من ماركس ونيتشا الحقيقة الظاهرة باعتبارها زائفة ووضع نسقا من الفكر يقضي عليها ويكشف عن زيفها والرمزية الريكورية تقوم على الكشف والإبلاغ عندما تساعد في تفجير دلالات اللغة عوضا عن الكفائها على ذاتها وتعتمد على مفهوم العلامة عند السوسير باعتبارها ذات صلة وعلاقة مع غيرها من العلامات وباعتبارها ذات إمكانات استدعائية عجيبة وذات قدرة فريدة على تأويل بعضها بعضا وبكون العلامة القادر على التعبير عن شيء دون أن تتعطل عن التعبير عن شيء آخر وبذلك يعد ريكور رمزيته ظاهرة ملموسة للمعنى على مستوى الخطاب موثقة على أرضية العمليات الأولية للعلامات وبذلك تكتسب رمزيته بنظره قيما وظيفية فلم يعود الاشتراك اللفظي ظاهرة حراف في ذاته ولا الرمزية زينة في اللغة ويصل ريكور إلى أن القيمة الفلسفية للرمزية تكمن في كونها تعبر عن غموض الكينونة من خلال تعدد إشارية علاماتنا هذه الرمزية تنتهي بريكور إلى تقرير النتائج التي يتفق عليها أغلب الهرمينوتيقيين فالنص بمجرد أن يدون كتابة يصبح مستقلا عن قصد الكاتب وتنفتح عندئذ إمكانات التأويل المتعددة المفتوحة التي لا تختزلها أي رؤية وتكون مهمة الهرمينوتيقة هي الكشف عن شيء لنص غير المحدود لا عن نفسية المؤلف لأن دلالة النص العميقة ليست هي ما أراد الكاتب قوله بل ما يقوم عليه النص بما فيه إحالاته غير المعلنة ولذلك يعلن ريكور أحيانا يطيب لي أن أقول إن قراءة كتاب ما هي النظر إلى مؤلفه كأنه قد مات وبالفعل تصبح العلاقة مع الكتاب تامة وثابتة بشكل ما عندما يموت الكاتب وهكذا نجد أنه في الهرمينوتيقة تعد العلامات والرموز هي الأساس الذي تتكون منه اللغة ولا عبرة بأي قواعد أو أنظمة يتعارف عليها الناس للخطاب فهي إذن تتمرد على النظام الاجتماعي والمعرفي السائد بين الناس والذي يشكل أساس التواصل بين الناس كذلك فإن الهرمسية التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي قد تمردت على القوانين العقلية التي كانت سائدة لدى اليونان مثل مبدأ الهوية حاشية الهوية الحقيقة المطلقة المجتملة على الحقائق اجتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق كذلك فإن الهرمسية التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي قد تمردت على القوانين العقلية التي كانت سائدة لدى اليونان مثل مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض ومبدأ الثالث المرفوع حاشية مبدأ الثالث المرفوع قانون في المنطق بمقتضاه تكون قضية من بين قضيتين تنفي إحداهما ما تؤكده الأخرى صادقة بالضرورة وكان أريستو أول من صاغ هذا القانون والتعبير الرمزي له هو ألف أو لا ألف وهكذا وبعبارة أخرى إما أن ألف هي باء أو هي ليست باء ولا يوجد احتمال ثالث وغالبا ما يستخدم قانون الثالث المرفوع في عملية البرهان كقاعدة الأضضاد مثلا انظر الموسوع الفلسفية بإشراف روزينطال بودين ترجمة سمير كرم الطبعة الثالثة دار الطليعة بيروت الصفحة 370 ومبدأ الثالث المرفوع فكان هيرميس كائنا متقلبا وغامضا فهو أب لكل الفنون ورب لكل اللصوص وكان شابا وشيخا في نفس الوقت وبناء على هذا فإن الحقيقة كامنة في كل شيء فكل شيء يقول الحقيقة ولا يقولها وليس في ذلك تناقض في المنظور الهيرميسي لأن كل كلمة هي في الأصل إيحاء أو مجاز إنها تقول شيئا آخر غير ما يبدو في الظاهر والوصول إلى الباطن يحتاج إلى كشف إلهي أو رؤية أو حلم لأن الحقيقة هي ما لم يقل أو هي ما قيل بطريقة غامضة إن الآلهة تتكلم عبر إرساليات مليئة بالألغاز والشيء الصحيح أساسا هو ذاك الذي لا يمكن شرحه وهكذا فاللغة بالنسبة للفكر الهيرميسي الغنوصي بقدر ما تكون غامضة ومتعددة بقدر ما تكون غنية بالرموز والاستعارات وهو ما يجعلها قادرة على تعيين الله الذي يحتضن داخله كل المتناقضات استغفر وخلاصة ذلك أن التأويل في الفكر الغنوصي غير محدود إن محاولة الوصول إلى دلالة نهائية ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات وانزلاقات دلالية لا حصر لها ويعدد أمبرتو إيكو أسس القراءة الهيرميسية للنصوص والقارئ قد يحسب أنه يعدد أسس القراءة الهيرمينوطيقية فهي تقوم على أن النص كون مفتوح بإمكان المؤولي أن يكتشف داخله ثلثلة من الروابط اللانهائية إن اللغة عاجزة عن الإمساك بدلالة وحيدة ومعطاة بشكل سابق إن اللغة تعكس لا تلاؤم الفكر إن وجودنا في الكون عاجز عن الكشف عن دلالة متعالية إن كل نص يدعي إثبات شيء ما هو كون مجهد أي نتاج كائن يشكو من اختلال ذهني لأن النص ينتج سلسلة لا متناهية من الإحالات بناء على هذه الأسس فإن الفكرة التي عبر عنها بول فاليري بقوله لا وجود لمعنى حقيقي للنص هي فكرة هرمسية خالصة إذن تستند الهرمسية على مبدأ المماثلة والتناظر وإذا كانت المماثلة في القياس الأصولي تستند على العلة أو القارينة فإنها في المماثلة الغنوصية والهرمسية تتحرر من هذا القيد فالجواز من اللفظ إلى المعنى أو من الظاهر إلى الباطن في التأويل الغنوصي يتم بدون جسر وبدون واسطة فهو قياس ولكنه عشوائي وبدون جامع أو ضابط إن الشيئين قد يتشابهان أحيانا من حيث السلوك وأحيانا من حيث الشكل وأحيانا من حيث الزمن فالأساس في هذه المماثلة الغنوصية هو شكل القرابة وليس المقياس الدال عليها فالغنوصية الهرمسية تتجاهل المقاييس ما دام وجد أي شكل من أشكال التناظر فتنتقل من مدلول إلى آخر ومن تشابه أو ترابط إلى آخر دون ضابط أو رقيب فالنص ينتج انزلاقات دلالية لا تتوقف لأن مدلول كل كلمة ليس سوى مدلول كلمة أخرى وبإمكان كل شيء أن يحيل إلى أي شيء إنها حالة توالد إحائي يستند على أي حالة من حالات التناظر أو التماثل وإذا علمنا أن أي شيء يمكن أن تكون له من زاوية ما علاقات تناظر أو تحاور أو تجاور أو مماثلة مع أي شيء آخر أدركنا أن التوالد لا نهاية له وأن الإيحاءات تنتشر بشكل سرطاني بحيث إننا كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى تم نسيان مضمون العلاقة السابقة أو تم محوها دون توقف أظن أنني هنا أحتاج إلى التأكيد على أنني كنت في الفقرة الآن فأتحدث عن الغنوصية الهرمسية وليس عن الهرمينوتيقة المطلب الثاني العلاقة بين العلمانية العربية والغنوصية أولاً التواصل المنهجي التنظيري برغم أن الغنوصية تقوم على العرفان والكشف بزعم أهلها وأن العلمانية تقوم على العقل بزعم أهلها أيضاً إلا أن اللقاء بين الطائفتين يكاد يكون تاماً على مستوى الوسائل والغايات والمسالك والنهايات ومع أن هذا الموضوع يستحق الإفاظة طويلاً ويحتاج إلى دراسة مستقلة إلا أنني سأحاول أن أختصر هذه الفقرة على أمل أن يكون ذلك نواة لبحث أوسع على أمل أن يكون ذلك نواة لبحث أوسع إن الطائفة الوريثة للغنوصيات القديمة في التاريخ الإسلامي هي الباطنية ومن خلالها سنحاول أن نكشف على عناصر التواصل بين العلمانية والغنوصية يعد العلمانيون أنفسهم دعاة التنوير والتجديد كما هو معلوم وكذلك يعد الباطنيون أنفسهم فهذا واحد من ممثليهم يقول إن الباطنية هي التنوير والإرشاد والعلمانيون يعدون أنفسهم دعاة العقلانية وكذلك الباطنيون أيضاً فهم يعتمدون بزعمهم على مصدر ثقة وهو العقل الكلي فهم إذن العقليون أو أهل العقل والعلمانيون يعولون على التأويل ويفضلونه على التفسير وكذلك الباطنيون يعدون التفسير مؤدياً إلى الإختلاف أما التأويل الباطني فهو نظام ثابت عقلي عملي يوافق المجتمع بل إن التفرقة العلمانية التي رأيناها بين التنزيل والتأويل وبين القرآن ككتاب تنزيل وتحوله إلى كتاب تأويل خاضع لكل المقاييس البشرية هي في أساسها تفرقة غنوصية باطنية جاءت من التفرقة الباطنية المنتشرة في مؤلفاتهم الفلسفية والفقهية بين التنزيل والتأويل أو المثل والممثول أو العلم والعمل لقد أول الباطنيون كل دعائم الإسلام وأركانه وشعائره عن طريق فكرة الظاهر والباطن وذلك عندما اعتقدوا أن الظاهر بمنزلة القشرة والباطن بمنزلة اللب وأنه لا يستقيم الباطن إلا بالظاهر الذي هو جثثه الهامدة كما يؤكد العلمانيون دائماً ولكنه دليل عليه لأنه لا يصلح جسم إلا بروح ولا روح إلا بجسم ومن هنا ذهبوا إلى تأويل كثير من الآيات لتخدم غرضهم في هذا التمييز بين العلم الظاهري والعلم الباطني فقوله تعالى يا أبت إني قد جاءني من العلم يعني العلم الباطني الروحاني هكذا جزافاً وبذون دليل وقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور يعني جاء علم الباطن وتكلم به الأساس وقوله تعالى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعني سآوي إلى أحد علماء الظاهر وقوله عز وجل وحال بينهما الموج أي حال بينهما علماء الضلال أي علماء الظاهر وقيل يا أرض بلعي ماءك أي أمر الأساس أن يصان العلم الباطني عن غير أهله وغيض الماء أي غامض العلم الباطني وكما نلاحظ فلا نجد رابطاً بين تأويله وبين النص إلا ما يريده هو منذ البداية فهو قد حسم موقفه من أهل الظاهر كما يسميهم دون رجعة وما عليه إلا أن يبحث في الكلمات القرآنية عن إمكانية اللي والتحريف والنعمان بن حيوة يصرح بأنه لا ينفي علم الظاهر وإنما الباطن علم إضافي وأنه هو وطائفته يؤمنون بالظاهر والباطن ولكن هذا غير صحيح وإنما هو لون من المراوغة والخداع كما يفعل ورثته العلمانيون لأنه عند قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ينفي أن يكون الإنسان معمراً كل هذه المدة لأن أبدان البشر لا تطيق ذلك والمعنى مدة دوره ولبث شريعته ولأنه يعد الباطن هو العلم والحكمة التي يجب أن يرقى إليها الطلاب وأن الباطن بمثابة الروح والظاهر بمثابة الجسد وهذا تأويل لا ضرورة له لمن يؤمن بقدرة الله عز وجل المطلقة والمتعلقة بالممكن ولبث الإنسان في الحياة ألف سنة أو أكثر ليس من المستحيل العقلي وإنما من المستحيل العادي أو الطبعي لا يختلف الظاهر والباطن في مفهوم الباطنية عن المعنى والمغزى في المفهوم العلماني فكلاهما يقفز إلى التأويل الذي يرتضيه منهجه متجاوزاً القارنة والدليل والسياق بالإضافة إلى تجاوزه للإجماع وما هو معلوم من الدين بالضرورة فالمعنى عند نصر حامد أبو زيد هو الظاهر عند الباطنية والمغزى هو الباطن والنتيجة واحدة هي رفض الفهم السلفي الذي أجمعت عليه الأمة ففي قضية الميراث المعنى هو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين أما المغزى فهو أن نطور ذلك في عصر التطور إلى المساواة بين الذكر والأنثى ولكن أين العلامة والقارينة التي نبهنا البارع عز وجل بها إلى هذه النتيجة البوزيدية لا وجود لها فالبارع عز وجل فصل المواريث ووقف عند حدود معينة وأمرنا أن لا نتجاوز حدوده ولكن الخطاب العلماني يهدم حدود الله ليرتع في حماه ولا يختلف الظاهر والباطن في مفهوم الباطنية عن مفهوم القراءة كما رأيناه في الهرمنطيقة الغربية ونسختها العربية فالنص كما رأينا ليس نصا على المراد وليس نصا على الحقيقة وإذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته فلا ينبغي التعامل مع النصوص بما تقوله وتنص عليه أو بما تعلنه وتصرح به بل بما تسكت عنه ولا تقوله بل بما تخفيه وتستبعده إن هذا الذي يتحدث عنه الخطاب العلماني ويسميه ما بين السطور وما يخفيه النص هو الباطن الذي يتحدث عنه الباطنية إنه لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن فظاهره ما تقع عليه الحواس وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به فالجسد هو الظاهر والروح هو الباطن وهكذا لا نميز بين ما يتفوه به العلمانيون اليوم وما قاله الباطنيون بالأمس يقول الخطاب العلماني وذو اللبي لا يقف عند الظاهر المنطوق به بل يطلب الغائرة أو المطمور أو المستسر أن يطلب معنى المعنى ومعنى المعنى ليس سوى الظاهر أو السطح أو الشكل أو التشكيل أو الدال وقد حجب نفسه وتحول إلى عمق أو لا مرئي أو محتوى أو باطن وهكذا يقرر أهل الباطن أعلم يا أخي أن لكل شيء من الموجودات في هذا العالم ظاهرا وباطنا فظواهر الأمور قشور عظام وبواطنها لب ومخ يستخلصها ذو البصائر والأبصار فيبين الله فضل المجتهدين على المقصرين والمجاهدين على القاعدين فالجوهر عند الباطنية هو الباطن هذا الباطن ليس سوى المغزى عند نصر حامد أبو زيد ومعنى المعنى عند علي حرب والجوهر عند العشماوي والمقاصد عند الجابري والحذاثة عند أركون والضمير عند عبد المجيد الشرفي وهلما جرى ويقرر أهل الباطن اعلم أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة وهي الألفاظ المقرؤة المسموعة ولها تأويلات خفية وباطنة هي المعاني المفهومة المعقولة وأيضا إن للقرآن معاني سوى ما تتداوله ألسنة العامة مما يستنبطونه بحولهم وقوتهم من دون الرجع إلى أهل الاستنباط ممن قال الله فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويجيب الصدى العلماني فالقراءات المهمة للقرآن ليست هي التي تقول لنا ما أراد النص قوله وإنما تكشف عما يسكت عنه النص أو يستبعده أو يتناساه أي هي لا تفسر المرادة بقدر ما تكشف عن إرادة الحجب في الكلام علي حرب نقضى النص الصفحة ثلاثة وهكذا نلاحظ أن الحلف العلماني الغنوصي يؤكد على مسألة مهمة وهي أن النص يخفي شيئا بالتأكيد وعلينا نحل القراء ألا ننخدع بما يصرح به إن هناك معنى مضمرا علينا أن نبحث عنه والحقيقة أن هذا المعنى المضمر موجود ولكنه في ضمير القارئ الغنوصي العلماني وليس في مراد النص أو منزل النص سبحانه وتعالى إن حيلة الظاهر والباطن أو المعنى والمغزى بهذا الإطلاق الغنوصي في الواقع هي لإفساح المجال أمام تقويل القرآن بما يهواه الإنسان ثانيا التواصل العملي التطبيقي وهكذا فقط أسقط الباطنيون كل عقائد الإسلام فوجود الله عز وجل عندهم أقرب إلى العدم إن لم يكن هو العدم فهو سبحانه وتعالى عندهم لا يوصف بأي صفة من الصفات حتى بالوجود لأنه بائن على خلقه سبحانه وتعالى في كل ذلك ولذلك فالأسماء والصفات منفية عنه تعالى وتكبر وكان متسبحا متعاليا أن يقع عليه إشارة مشير أو يتجاصر نحوه خاطر بتوهم أو تفكير الأنوار اللطيفة للداعي الفاطمي طاهر ابن إبراهيم الحارثي اليماني الصفحة 79 وهم في نفيهم لوجوده سبحانه وتعالى ينكرون أنهم ينفون وجوده وإنما يفعلون ذلك لقطع أي صلة تشابه بينه وبين المخلوقات وهم يقولون المبدع بدلا من الموجود إنما قولنا المبدع تقريرا وتذفيتا لوجود عالم الإبداع عن موجد لهم غير مدرك ولا محسوس ولا متوهم ولا متفكر بل هو موجود من جهة آثاره في إبداعه وما ظهر من فعله في اختراعه فالبارع عز وجل بائن عن ذلك كله من أحوال خلقه غير موصوف بشيء منها لا موجود غير عدم ولا عدم غير موجود وكل ما وصف به سبحانه وتعالى نفسه إنما هو للتقريب إلى الأذهان لا أنها أوصاف حقيقية لله تعالى فلا يقال عنه حي ولا قادر ولا عالم ولا عاقل ولا كامل ولا تام ولا فاعل لأنه مبدع الحي القادر العالم التام الكامل الفاعل ولا يقال له ذات لأن كل ذات حاملة للصفات من الواضح هنا أن نفي وجود الله عز وجل يسلك إليه طريق معقول ومقبول لدى كل مسلم هو التنزيه المطلق والتنزيه المطلق هو غاية كل مسلم ولكنه لا يتحقق بتخرصات العقل وتأملاته وإنما يتحقق ذلك بالشكل الذي نزه الله عز وجل به نفسه والله عز وجل وصف نفسه بصفات من كمال التنزيه وإثباتها بلا زيادة ونفى عن نفسه أوصافا من الواجب نفيها بلا زيادة وكل طريق آخر يتم سلوكه يكون سالكه متأليا على الله عز وجل ومدعيا للعلم أكثر منه سبحانه وتعالى إن الخطاب العلماني يسير على خطى أسلافه الباطنية في هذه المسألة فالله عز وجل مفهوم بلا ما صدق ولا يحق لأحد أن يتحدث باسمه فإذا كان الله عز وجل عند الباطنية هو العقل الكلي فهو عند العلمانيين المطلق الذي يتعذر عن المنال الله يتعالى على كل شيء ولا يحق لأحد أن يتحدث باسمه ولا يمكن للبشر أن يصلوا إليه بشكل مباشر وإنما يقدمون عنه تصورات مختلفة بحسب العصور الأمل بالخلود الأمل بالحرية الأمل بالعدالة الأمل بتصالح الإنسان مع ذاته وهذا هو الله بالنسبة للعالم الحديث والتصور الحديث وهذه هي صورته في مجتمع أوروبي متقدم هكذا يجب علينا أن نتصور الله أسوة بالمجتمع الأوروبي المتقدم فلكي نكون متقدمين يجب أن نصوغ معتقدنا في الله بحسب الموضة وبناء على آخر ما وصلت إليه الحداثة الأوروبية أما التصور السائد في المجتمع الإسلامي عن الله عز وجل فهو بنظر الخطاب العلماني تصور معين عن الله وليس الله ذاته إنه تصور مشكل من شيئين خطاب علماء الدين التقليديين التركيب السياسي القمعية أما ما يريده أركون عن الله فهو تصور مشكل من الخطاب الأركوني زائد التركيب الحداثي الأوروبية يقول هكذا تجد أن تصورنا لله يختلف باختلاف المجتمعات والعصور فإذا كان المجتمع مفتحا متقدما مزدهرا كان تصوره لله هادئا سمحا وديعا وإذا كان المجتمع يعاني من الفقر والجهل وهيمنة الأب القاصي أو الحاكم الجائر المستبد فإن تصوره لله سوف يكون بالضرورة ضيقا عنيفا قمعيا الله هو التقدم والحرية والعدالة والخبز والتنمية والرغيف والحب كما يقول حسن حانفي وبذلك يصبح الإنسان هو الذي يصنع تصوره لله بحسب مستواه العقلي ومدركاته الذهنية أما أن يكون للقرآن الكريم توجيه في هذا الشأن وتعليم بهذا الخصوص وهداية للإنسان إلى المعتقد السليم فيما يتعلق بالذة الإلهية وصفاتها فهو أمر لا يدخل مطلقا في حسابات الخطاب العلماني هذا هو التأويل العلماني الغنوصي لعقيدة الألوهية فماذا عن اليوم الآخر والغيبيات إنها ذات النتائج بل وذات العبارات لدى الطائفتين فالغنوصيون يقولون بأن الثواب والعقاب في حق ماهي تهم من طريق الإعراب عنه ومعرفته سبيل منسد غير ممكن سلوكه إلا على المؤيدين والمستطاع الممكن في ذلك كما قال موالينا عليهم السلام هو تشبيه الأمور المحسوسة بالمعاين المعلوم كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه أولا بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والرضى والسخط والغضب والرحمة وغير ذلك من الأمور المعلومة عندنا ووصف الملائكة بالدعاء والتسبيح والتهليل والقيام بما يؤمرون ووصف الموجودات في الجنة بالظل والمياه والأنهار والأشجار والثمار والرمان والأعناب والولدان ووصف موجودات الجحيم بالنار والعذاب والآلام ومثل ذلك كله محسوس لا أن تلك الأمور المخبر عنها كالمخبر به أو المخبر به يدانيها بحال من الأحوال بل هو تقريب على الأنفس وتعليم لها لتتقوى بمعرفة الأمثلة ويقول السجستاني لما كان قصارى الثواب إنما هي اللذة وكانت اللذة الحسية منقطعة زائلة وجب أن تكون التي ينالها المثاب أزلية غير فانية باقية غير منقطعة وليست لذة بسيطة باقية على حالاتها غير لذة العلم فكان من هذا القول وجوب لذة العلم للمثاب في دار البقاء ويقول علي بن محمد الوليد ودار الثواب لا تغير فيها فلا يمكن أن تكون لذاتها حسية لأن ما هو حسي متغير فاسد أما النفخ في الصور في نظر الباطنية فهو إشارة إلى صاحب الدور السابع الذي يحصل في الوجود آخر دور وأما الساعة فإشارة إلى قائم القيامة وهو السابع من أئمتهم وأما خلق عيسى من غير أب فهو التأييد والترقية إلى مقام النبوة من غير توسط أحد من البشر وأما طوفان نوح عليه السلام وتفجير الأرض عيونا فهو تفجير العلم من الأئمة وعقر الناقة هو مدافعة الحجج بالباطل وإحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله هو إعادة الكفار إلى الإيمان والسؤال هنا هل تختلف هذه الهواجس الباطنية عن الهواجس العلمانية؟ لقد اتجه الفريقان إلى تأويل العقائد الإسلامية والمعجزات والغيبيات والقصص القرآني تأويلا يلغي حقائقها وينفي وقائعها وأصبح القرآن الكريم كتابا آخر بلغة أخرى يفهمها فقط أهل الباطن وأهل العلمانة هل يختلف قول الباطنية عن الغيبيات والعالم الآخر والمعجزات بأنها أنثال محسوسة لتقريب الصور المعقولة إلى الأذان بالأمثلة حتى تطيق هذه المعاني وتستوعبها عن قول الخطاب العلماني بأنها تصوير فني وإبداع أدبي لا يراعي الحقيقة ولا يقصدها لا يختلف ذلك عن قول خلف الله بأن القرآن نزل على المعهود الذهني للعرب والمستوى الثقافي لهم وإن لم تكن معتقداتهم حقيقية واقعية ولا يختلف عن قول أركون بأن الجنة والنار من نتاج الخيال الشاعري لدى البدو ولا يختلف عن قول أبي زيد بأن العقائد تصورات مرتهنة بمستوى الوعي أي أنها يجب أن تتناسب مع نمو العقل في كل طور من أطوار التاريخ فلذلك بنظره فإن صورة الله عز وجل في القرآن كملك له عرش وكرسي وجنود هي صورة أسطورية ليست أكثر من شاهد تاريخي يشهد على مستوى المعرفة والوعي آنذا أما حسن حنفي فإن وجود الله عز وجل بنظره يعني وجود الإنسان والصفات الإلهية هي صفات إنسانية والغيبيات وأمور الآخرة كلها تمثيلات فنية وصياغات أدبية حتى ولادة عيسى عليه السلام من غير أب التي أكد عليها القرآن ودفع عنها شبهات المنكرين والجاحدين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والتي نفى الباطنيون ظاهرها كما رأينا لم ينسى العلمانيون أن يتابعوهم عليها فقالوا بأنه لا يمكن لمريم عليه السلام أن تنجب بدون رجل يأتيها كما تعتقد بعض المجتمعات المتخلفة شبه البدائية وكما تعتقد بعض الأديان الكبرى القائمة إلى الآن هذا على مستوى العقائد والغيبيات وأما على مستوى أركان الإسلام وفرائده فقد تحلل الفريقان أيضا من ذلك فقال الباطنيون إن الحلال هو الواجب إظهاره وإعلانه والحرام الواجب ستره وكتمانه وأما الصلاة فهي صلة الداعي إلى دار الإسلام بصلة الأبوة في الأديان إلى الإمام والزكاة إيصال الحكمة إلى المستحق والصوم الإمساك عن كشف الحقائق لغير أهلها والحج القصد إلى صحبة الأئمة والإحرام الخروج من مذهب الأضضاد وأما الزنا فهو اتصال من غير شاهد أما الفرائد بالصورة التي يعرفها المسلمون فهي وضعت لتشغل الناس عن خلافاتهم وتبعدهم عن الفساد لا يختلف هذا التأويل الباطني عن التأويل العلماني فهما من مشكات واحدة فالصلاة كما رأينا في الخطاب العلماني مسألة شخصية مهمتها أنها تؤدي وظيفة الدمج الإجتماعي وتعوذ العربي على طاعة للقائد وتغني عنها رياضة اليوغا أما الزكاة فليست واجبة وعلى كل حال فهي ليست كافية وإنما هي مرحلة أولى في طريق الانتقال إلى الشيوعية الشاملة والحج يغني عنه الحج العقلي أو الروحي إن هذا الهوس الذي قرأناه للتو هو تطبيق أمين للمنهجية الغنوصية العلمانية وهو نتيجة طبيعية للأسس التي قعدوها منذ البداية لقراءة النص والتي تنتهي إلى إلغاء النص نهائيا فلا يبقى أمر أو نهي أو تكليف إلا ويريح الغنوصيون والعلمانيون منه أنفسهم بل إن القراءة الغنوصية العلمانية لم تكتفي كما رأينا بإلغاء النص وإنما تجاوزا ذلك إلى إلغاء منزل النص نفسه سبحانه وتعالى فهو لا يوصف بأي وصف حتى إنه لا يوصف بالوجود وطبيعي أن ينتهي بهم الأمر بعد ذلك إلى التحلل من كل متطلبات التكليف ودواعيه فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جزاء ولا حساب وهذه هي النتيجة المقررة منذ البداية والتي تسلك لها كل الملتويات وهكذا يمكن أن نؤكد الآن أن الغنوصية والعلمانية العربية بالإضافة إلى الهيرمينوطيق الغربية تتحالف جميعا لكسر معنى الخطاب وتميعه عن طريق فكرة الرمزية والعلامة التي تحدث عنها أمبيرتو إيكو كما أسلفنا ويغضو النص والكلام عموما فضاءا للإسقاط وذريعة للأهواء وتبريرا للآراء وهو مستوى عبثي لا يحتاج إلى تعليق اللهم إلا التذكير بعبارة الإمام الغزالي رحمه الله التي علق بها على التأويلات التي تخرج ذات الله وصفاته عن الوجود الحقيقي فقال إن من ينكر نصا متواترا ويزعم أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لن قداح له أصلا في اللسان أي اللغة لا على بعد ولا على قرب فذلك كفر وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول مثاله ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه وموجود بمعنى أنه يوجد غيره وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجودا وعالما على معنى اتصافه فلا وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلا ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدا لخلقه الوحدة لسمي ثلاثا وأربعا لأنه خلق الأعداد أيضا فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات إذن فما يسمونه تأويلا هو في الحقيقة تكذيب يتلبس لبوس التأويل ولذلك لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد شيئا من ذلك لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع كلمات القرآن من أولها إلى آخرها فوصف الجنة والنار لم يتفق ذكره مرة واحدة أو مرتين ولا جرى بطريق كناية أو توسع وتجوز بل بألفاظ صريحة لا يتمارى فيها ولا يستراب وأن صاحب الشرع أراد بها المفهوم من ظاهرها فالمصير إلى ما أشار إليه هذا القائل تكذيب وليس بتأويل فهو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلا ثالثا التواصل الشعوري التضامني إن هذا التواصل بين الغنوصية والعلمانية كما هو قائم على مستوى التنظير والتطبيق كما رأينا كذلك هو قائم على أشده على مستوى الشعور والتضامن فنجد أن الخطاب العلماني يتبنى الاتجاهات الغنوصية في التاريخ الإسلامي ويرتمي في أحضانها فالحلاج وابن عربي والسهروردي وابن سبعين والشيرازي والتوحيدي كل واحد من هؤلاء نجد له متيما في الخطاب العلماني يتبناه ويتخذه مثلا يحتذا به ويشيد بالاتجاه الغنوصي في فلسفته بل ويبرزه على أنه الفيلسوف التنويري المضطهد المناهض للسلطة الذي تتكاثف السلطة وعلماؤها للتنكيل به وتصفيته وتبرز الباطنية والغنوصية على أنها الفئة المستنيرة المجددة العقلانية المتحررة الليبرالية والمدطهدين نفسيا وأخلاقيا واقتصاديا من قبل السلطة والعلماء الرسميين أما أهل السنة الاتباعيون فيتحولون بنظر هذا الخطاب إلى مؤبلسين زنادقة لأنهم يتهمون الآخرين بالزندقة فارتدت عليهم وهم مندمجون غالبا في بوتقة الإسلام الرسمي السلطوي هذه الثلة الباطنية الغنوصية بنظر ورثتهم العلمانيين كانت تمثل الثورة الثقافية في الإسلام لأنها تقوم على أن العقل قبل النقل والحقيقة قبل الشريعة والإبداع قبل الاتباع وتقدم الباطن على الظاهر لأن الحقيقة كاملة فيه ولأنه الأصل فالعلاقة بين الظاهر والباطن لا تعني أن أحدهما هو عين الآخر وإنما تعني أن الباطن هو الأصل وأن الظاهر صورته وكما أن الأصل لا يفسر بالفرع والسبب لا يفسر بالنتيجة فإن الباطن لا يفسر بالظاهر بل الظاهر هو الذي يفسر بالباطن ثم تطورت هذه الثورة الباطنية إلى نفي للنبوة الإسلامية وإقامة نبوة على أنقاضها تتمثل بذين العقل وبذلك تلتقي الغنوصية والعلمانية أخيرا عند محطة العقل ولكنه العقل الغريزي المبحث الثاني ما نحن فيه لا يوجد استدلال أو برهنة إلا أن ما يطرحه الغنوصيون والعلمانيون يسطور عن منهج ما بغض النظر عن سلامة هذا المنهج أو اختلاله والغاية التي أهدف إليها هنا هي بيان الخلل في المنهج وهدم الأساس الذي ارتكز عليه الخطاب المذكور وهو ما يغني عن تتبع الآراء الشاذة والتخريصات المختلفة إن المستنقع الذي تنتشر منه ملايين الجراثيم لا يعالج بتتبع هذه الجراثيم واحدة واحدة والقضاء عليها وإنما علاجه بتطهير المستنقع وتنظيفه واتخاذ التدابير الوقائية بعد ذلك لقد كان فوكو صادقا بالفعل حين قال لنترك جانبا المجادلات التي أثيرت حول البنيوية فهي لا زالت وبعد لأي تعيش على أمجادها في مواطن يهجرها حاليا أولئك الذين يبذلون جهدا حقيقيا إن ذلك الصراع الذي كان خصبا لن يخوضه اليوم سوى الممثلون الهزليون والمتجولون كذا وأضيف المتسولون ميشيل فوكو فيلسوف فرنسي عرف بمنهج أركيولوجيا حثريات المعرفة وله كتاب بهذا العنوان وهو من مواليد سنة 1962 وانتقل سنة 1970 إلى باريس حيث اشتغل أستاذا لتاريخ النظم الفكرية في الكوليج دي فرانس إنها كلمة تعبر عن الواقع الحقيقي للعلمانيين العرب الذين يعيشون متجولين متسولين على موائد بل مستنقعات هجرها أهلها وتبين لهم عفنها وفسادها ولا يزال مفكرون هؤلاء يشجرون مقولات ديسوسير ودريدا ورولانبارت وسنبين ذلك من خلال النقاط التالية المطلب الأول أزمة المصطلح العلماني إن المصطلح النقدي الحداثي في الغرب يستمد القدر الأعظم من دلالته من الخلفية الفلسفية الفكرية الغربية التي استمرت عدة قرون منذ ذيكارت وسبينوزا إلى هوسرل وهيدغر مرورا بهيوم وكانت وهيغل ونيتشا ولذلك فاستعارة المنظومة الحداثية الغربية بمصطلحاتها ودلالاتها المشحولة بتاريخها الفلسفي وبتكوينها الاججماعي والثقافي وإخراجها من دائرتها الدلالية وإسقاطها في بيئتنا العربية وعلى تراثنا الإسلامي وعلى ثقافتنا المغايرة يسبب كثيرا من اللبس والإذطراب والفوضى والعشوائية وهذا ما نعيشه اليوم بالفعل حيث ذهب كل باحث يترجم ويستورد ويصطلح لنفسه حتى أصبحت أزمة الفكر اليوم أزمة مصطلحات والحوار لم يعد مجديا لأن كل المفكرين يتحدثون بلغات مختلفة وبمصطلحات متباينة فلم يعد بإمكان الباحث أن يتواصل مع غيره بالطريقة المجدية لأن المصطلحات غير مضبوطة المعاني وتحتمل المعنى ونقيضة فليس بإمكان أحد أن يلزم أحدا شيئا لأنه سيقول مباشرة أنا لا أقصد هذا المعنى ويصح بذلك ما قاله ديكارت يسمح لهم غموض المبادئ التي يستخدمونها بالحديث عن كل شيء بجرأة نادرة كما لو كانوا على علم تام بها فإذا بهم يدافعون عن كل ما يقولونه بصددها ضد أمهر أعدائهم وأدقهم دون أن يجد المرء وسيلة لإقناعهم إن هذه صورة حقيقية لواقع العلمانيين العرب فتجدهم في مؤتمراتهم وندواتهم يتحدثون عن كل شيء وتجد الواحد منهم وكأنه متخصص في كل شيء فهو يجب أن يعقب على كل شيء وليس من المهم أن يقول شيئا إنما المهم أن يقف ويتكلم ويلفت الأنظار إلى نفسه أما ما يقوله فليس من الضروري أن يكون له معنى يلتزم به فالمعنى مرجأ يتحدد بسبب ردود الفعل واللغة لا تعني شيئا محددا إن الغموض العلماني يتيح لهم قدرا كبيرا من المناورة والمراوغة ولذلك كان الاستنجاد بالمنهج الغنوصي الرمزي لأنه يساعدهم على تشتيت الفكر وخلق الحقائق لقد عانى ديكارت كما يبدو من معاصره كما نعاني اليوم من هؤلاء العبثيين الفوضويين الذين يقولون كل شيء ولا يقولون شيئا وهو كما يبدو المأزق الذي يشير إليه برينتون عندما يتحدث عن المكابدة التي يعاني منها ممثل عصر النهضة في ابتغاء كل ما هو فريد وعظيم ومتطرف حتى برزت نزعة تسمى نزعة التأنق البلاغية المعروفة باسم أوفنيوزن ونزعت الجنجورية الأسلوب المتكلف ذو اللغة المعقدة والفكرة الغامضة في مجال الأدب فنتج عن ذلك أكداس من الحذقة الثقافية والمعرفة الشادة التي لا تدل على شيء وهو ما يعبر عنه فلوبر في خطاب أرسله إلى صديقه لوي كولي عام 1852 يقول إنما يبدو جميلا بالنسبة لي ما أريد كتابته هو كتاب عن لا شيء كتاب لا يعتمد على شيء تتماسك أجزاؤه بقوة أسلوبه إن أفضل الأعمال هي التي تحتوي على أقل الموضوعات المطلب الثاني المتاهة الغنوصية العلمانية اللانهائية إن التفككية التي ينطلق منها الخطاب الغربي ترفض الاعتراف بأي حقيقة للكون فكل حقيقة حاضرة وتكرس مبدأ النسبية المطلقة في الفكر أولا معتمدة في ذلك على التلاعبات البلاغية النتشاوية بالألفاظ وهي في نزولها إلى اللغة تنزل معها نسبيتها وشكها الفلسفي ولذلك كانت غاية دريدا تأسيس ممارسة فلسفية أكثر منها نقدية يريد لفلسفته أن تتحدى أي ارتباط بمدلول نهائي وصريح إنها لا تريد تحدي معنى النص فحسب بل تطمح إلى تحدي ميثافيزيق الحضور الوثيقة الصلة بمفهوم التأويل القائم على وجود مدلول نهائي والسبيل إلى ذلك هو فصل النص عن قصدية القائل لكي يكفى القراء عن التقييد بمقتضيات هذه القصدية الغائبة والخلاصة أن اللغة تندرج عند إذن ضمن لعبة فلسفية متنوعة للدوال فلا وجود لأي مدلول متعال ولا ارتباط بين الدال ومدلول ولا يرتبط الدال بشكل مباشر بمدلول إلا ويعمل النص على تأجيله وإرجائه باستمرار والانتقال إلى دال آخر وهكذا إلى ما لا نهاية بحيث لا يبقى إلا السلسلة الدالة المحكومة بمبدأ لا متناهي إنها المتاهة اللانهائية الهرمسية هذه النسبية التي يحاول الخطاب العلماني دائما أن يتذرع بضرورتها بسبب احتمالية اللغة وبشريتها وتنوع المخاطبين واختلاف عقولهم واتجاهاتهم وأفكارهم وميولهم ليست في الحقيقة نابعة من اللغة لأن اللغة في الغالب تحدد مرادها من خلال القرائن والسياق إن النسبية المفروضة على اللغة هي نتاج لعصر الشك ومجتمع الشك إنه انفراط لعقد العالم فلسفيا قبل أن ينفرط لغويا لقد نجحت التفكيكية في الهجوم والبعثارة والهدم نجاحا ليس له نظير ولكنها لم تقدم خيارا ذا قيمة وإذا كانت البنيوية فشلت في تحقيق المعنى فإن التفكيكية نجحت في تحقيق لا معنى ولذلك كان جودسون مصيبا عندما قال معلقا على مقال ذريدا الذي اعتبر بداية التفكيك يقول إن بحث ذريدا يقنع القراء بأنهم لا يعرفون لغتهم وأكثر من ذلك فكرهم يجب أن تتم دراسة للغات النقد قبل أن يصبح لأي شيء نقوله حول الأدب معنى ولكن جاك دريدا لا يبالي بذلك لأنه يعترف بأن التفكيك هو التخريب ولكنه يعد تخريبا ضروريا لأنه ثورة على الفكر التقليدي ومن هنا لم يكن سوريل مخطئا حين قال عن دريدا بأن لديه ميلا مرضيا لقول أشياء خاطئة بشكل بديهي والآن نحن كعرب ومسلمين لنا خصوصيتنا العقدية والثقافية وأصالتنا الفكرية والحضارية فهل نحن ملزمون أو مضطرون إلى أن نتبنى لسانيات سوسير أو بنيوية شتراوس أو تفكيكية دريدا لا يمكننا أن نقبل هذا التخريب الدريدي القائم على هدم المسلمات والقفزة فوق الثوابت والإنفلات من أي التزام والتمرد على المحظورات وليس لنا أن نقبل الفوضى الدلالية القائمة على الرموز والعلامات وفك الارتباط بين الكلام وقائله من خلال التعويل على الرمز قبل الحقيقة والباطن قبل الظاهر وإن أمكن أن يقبل هذا على مستوى الأدب والشعر والفن والإبداع فإنه لن يقبل باسم الفهم والتفسير والشرح وإنما يمكن أن يقبل على أنه إبداع متراكب وتجديد متراكم ولكن أن يراد لهذه المناهج التخريبية كما يعترف أهلها أن تصبح قواعد لفهم أصولنا وقرآننا وتراثنا فإن هذا النوع من الخطر المعرفي الذي يجب علينا أن نترفع عنه إن الغاية من قراءتنا لكتاب الله عز وجل هي الفهم أولا والعمل ثانيا والتعبد ثالثا أما في الأدب والفن فليس الفهم هو المهم وإنما النقد والاكتشاف أصبح المنهج والطريقة هما الغاية أما الفهم والتفسير بحد ذاته فليس مطلبا إن الغاية هي إظهار القارئ لقدرته وبراعته في التعامل مع النص والعبث به إن الواقع الثقافي العربي والإسلامي يرفض هذا الطرف بل العبث الفكري يرفض أن تنسحب مظلة الحداثة بمفاهيمها الغربية ومدارسها ومشاريعها وإفرازاتها النقدية على تفسير النصوص الدينية بالذات لأن ذلك يعني في مفهوم البنيوية أو التفكيك القول باللا نص أو اللعب الحر للغة بمفهوم دريدا المطلب الثالث التناظر والعلامة والمواضعة الاجتماعية تستند العلمانية العربية في قراءتها للقرآن الكريم على أصلينهما الغنوصية والهرم نطيقة وكلتا هما كما رأينا تقومان على العلامات والرموز وتعدان الرمز أو العلامة دلالة إيحائية يمكن أن تثير في من يتعامل معها علامات ودلالات أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية وهي ما أسماها إمبيرتو إيكو المتاهة الهرمسية اللامتناهية ولكن العلامة تختلف في الفن عنها في الأعمال الأخرى لأن العلامات في الفن يمكن أن لا تشير إلى شيء محدد في الواقع بل تشير إلى مجموع الظروف التي يراد التعبير عنها فالذي يميز الفن عن اللافن هو نوعية المشار إليه فبينما تكون العلامات خارج الفن علامات عامة محددة بارتباطها بمشار إليه بعينه فإن العلامة في إطار الفن لا تخضع لمثل هذا التحديد من هنا تأتي المرونة الدلالية في إطار الفن أو الشعر أو الأدب وقابلية العلامة لأن تصلح للإشارة إلى أكثر من مشار إليه واحد معنى ذلك أن العمل الفني عمل مفتوح لا بد فيه من التأويل لأنه في أصله عمل يهدف إلى إثارة تأويل أما النصوص الأخرى فليست دائما كذلك ولا يمكن اعتبارها دائما مثيرة للتأويل لأن للنص أبعادا إجتماعية وثقافية ونفسية تحدد مراد النص إن كتابا مثل كفاحي لهتلر لا يمكن لأحد أن ينكر أنه معاد للسامية فهل يمكن للتفكيكية أن تثبت أن هتلر كان محبا للسامية؟ وهذا ينفي المقولة التفكيكية والعلمانية القائلة بأن النصوص أبونا مأزقية غير قابلة للتصديق إطلاقا وينفي القول بأن اللغة نسبية بشكل مطلق لأن تنوع النصوص والسياقاتها التاريخية والمعرفية ودلالاتها الحافة وقرائنها المحدقة تجعل هذه المقولة خاطئة تماما فمن ذا الذي يمكنه القول إلا مكابرا إن القرآن الكريم يدعو إلى التتليت أو يعترف بالوثنية إن الاعتماد على قدرة العلامات والرموز على الإيحاء والانتقال من حد إلى حد وانتشار الإيحاءات بشكل توالدي أو سرطاني لا يمكن أن يخدع لأي معايير تضبطه وبالتالي فلا قيمة له لأن ذلك خاص بكل شخص وما يكتنزه في ذكرته أو خياله من مشابهات وما يعقده في نفسه من تناظرات وعندما يطلق العنان لآليات التناظر فلا شيء يمكن أن يوقف هذه الآلية فالصورة والمفهوم والحقيقة التي يتم الكشف عنها من خلال المماثلة تتحول هي الأخرى إلى علامة تحيل على تناظر جديد لأن أي شيء يمكن أن تكون له من ذاوية ما علاقة تناظر أو تجاور أو مماثلة مع أي شيء آخر إن العلامة حتى يتم تمييزها كأي شيء يجب أن يكون لها شكل مميز ووظيفة مميزة تجعلها تختلف بشكل واضح عن العلامات الأخرى فالقول بالعلامة الحرة التي تلعب إلى ما لا نهاية وبلا حدود ضد العلامات الأخرى يعني تخيل علامة ليس لها صفة محددة على الإطلاق أي علامة ليس لها شكل أو وظيفة خاصة بها إن هذا لا ينتج معنى أكثر ثراءا كما يحلو للمدافعين عن هذا الموقف أن يعتقدوا بل لا معنى على الإطلاق إن علامة لا يمكن تحديدها بشيء معين لا تدل على شيء على الإطلاق إن الغموض في العلامات يولد اختزالا للمعنى وليس زيادته والغموض الكامل واللا تحديد الكامل للتدليل هو النقطة التي نصل عندها إلى صفر الدلالة وما يقول هدريدا من أن للعلامة الحق في أن تحدد قراءتها حتى لو ضاعت اللحظة التي أنتجتها إلى الأبد أو جهلت ما يود كاتبها قوله فهو كلام فارغ أقل من أن يلتفت إليه لأن المجموعة البشرية عندما تتفق على تأويل ما فإنها تنتج مدلولا إن لم يكن موضوعيا فهو مفضل على أي تأويل آخر يفتقر إلى إجماع أو تواطئ مجموعة بشرية بعبارة أخرى إن إجماع أهل الإختصاص والخبراء هو الذي يثبت للكلمة وللعلامة معناها الحقيقي ويذوذ عنها المعاني الطفيلية وكون الكلمة أو الرمز أو العلامة توحي بمعاني أخرى أو تستدعي في ذهن قارئها أشياء أخرى لا يعني أنها تفقد دلالتها الحقيقية الأولى فكون الأم تذكر بالابن أو العكس لا يعني أن الأم لا تعني الأم إنما تدل عليه كلمة الأم هو الأم وحدها وكون الشيء بالشيء يذكر لا يعني أنهما شيء واحد إن الدلالة لا بد أن تستند إلى صبغة مؤسسية إجتماعية بمعنى أنها لا توجد إلا في مجتمع يستعملها إن الاتفاق والتواطئ الإجتماعي هو الذي يعطي الدلالات معانيها ومن هنا فالمس بمقدسات اللسان عبر إعادة توزيع مقولاته النحوية وتغيير قوانينه الدلالية يعني أيضاً ألمس بالمقدسات الإجتماعية والتاريخية المطلب الرابع التناظر والانتقال المزيف لقد أعدنا مراراً الحديث عن مفهوم العلامة والرمز والتناظر لأنه مدخل أساس يعتمد عليه الخطاب العلماني في قراءة النصوص والتراثات البشرية عموماً وهو الجسر الذي يتواصل من خلاله العلمانيون والغنوصيون وقد تجلى ذلك بشكل خاص في البحوث التأويلية والأسطورية التي اجتمل عليها الخطاب العلماني إن كل الأوهام والتهوسات التي تفوه بها القمني والربيع وأركون وغيرهم من ربط بين الإسلام من جهة والأساطير والوثنيات القديمة من جهة ثانية قائم على هذه الآلية الهرمسية الغنوصية آلية التناظر المطلقي والتماثل العبثي فمثلاً إن إعادة هبل إلى بعل ومكة إلى مقة وإساف إلى يوسف وقيس إلى أربكسيد أو كاسي والفلسطينيين إلى السلفات والكروبيم إلى البراق إلى آخره هو من هذا القبيل التناظري الهوسي الذي لا يستند إلا على إرادة التحريف وإرادة التقويل التي يتمتع بها الباحث إن هذا التناظر الذي يتحدث عنه القمن وغيره من الأسطوريين يستند إلى مبدأ هرمسي يسميه إمبرتو إيكو مبدأ الانتقال المزيف ووفق هذا المبدأ فإن أي تشابه بين أي شيئين يمكن أن يتم الانتقال منه إلى علاقة أخرى ومن ذلك أنه اكتشف ذات يوم أن النبتة التي تحمل اسم السحلبية لها بصلتان كرويتان تشبهان الخصيتين وانطلاقا من هذه المماثلة الشكلية المورفولوجية تم الانتقال إلى المماثلة الوظيفية فأشاع الغنصيون أن السحلبية لها مفعول سحري على الجهاز التناسلي إلا أن العمر لم يكن كذلك فقد شرح بيكون هذا العمر فامتلاك السحلبية لبصلتين آت من كون بصلة جديدة تنمو كل سنة بجانب البصلة الأولى وبينما تكبر البصلة الأولى فإن البصلة الثانية تضمحل وهكذا يمكن للبصلتين أن تكون شبيهتين بالخصيتين إلا أنه لا صلة لهما بالخصوبة الجنسية وبما أن القرابة يجب أن تكون من طبيعة وظيفية وليست شكلية فإن التناظر في هذه الحالة سيسقط من تلقاء نفسه وهكذا فالعلاقة الشكلية لا يمكن أن تكون شاهدا على علاقة من نوع وظيفي هذا الانتقال الغنصي المزيف هو الذي يمارسه القمني وثلة الأسطوريين في كل دراساتهم ومعلوم أنه لا يوجد شيئان إلا ويمكن أن يتشابها من زاوية من الزوايا إما من حيث السلوك أو من حيث الشكل أو من حيث الزمن أو من السياق أو الوظيفة فالأساس في التناظر الغنصي هو شكل القرابة وليس الدليل أو المقياس عليها وإذا أطلق العنان لآلية التناظر العبثي بهذا الشكل فلا شيء يمكن أن يوقفها فالصور والمفاهيم والحقائق التي يتم الكشف عنها من خلال المماثلة تتحول هي الأخرى إلى علامات تحيل إلى تناظر جديد وهكذا إلى ما لا نهاية مرة أخرى إنها المساهة الهرمسية الخاتمة في نهاية هذا البحث لعلنا نستطيع أن نؤكد على النتائج الآتية إن نظام اللغة وبالتحديد التأويل هو المبدأ الأساس الذي تلتقي فيه كل من الغنوصية والعلمانية فالأصل في الكلام لديهم أنه رموز وإشارات وإحاءات تخفي عكس ما تبديه وتضمر خلاف ما تظهره فكلتا الطائفتين تعول على التأويل وتعده الأساس في فهم الكلام وإذا كان الغنوصيون يفهمون النصوص دائما على أساس أن لها ظاهرا وباطنا فكذلك العلمانيون ولكن الإختلاف في المصطلحات فقط فالظاهر عند الغنوصيين هو المعنى عند العلمانيين أو الجسد أو البنية أو الشكل أو القالب حسب ما يخطر في بال أحدهم أن يعبر بينما الباطن عند أولئك يساوي المغزى عند هؤلاء أو الروح أو المقصد وفي كلا المنهجين يتم تجاوز سياق النص العام والخاص وسباقه وقرائنه ليصل القارئ إلى مراده من النص وليس إلى مراد النص منه وإذا كانت المقدمات متساوية فالنتائج كذلك في الغالب وهو ما نلاحظه في مآل المنهج الغنوصي العلماني حيث اتجه الفريقان إلى تأويل العقائد الإسلامية والمعجزات والغيبيات والقصص القرآني تأويلا يلغي حقائقها وأصبح القرآن الكريم مجموعة طالاسم وألغاز لا يفهمها إلا أهل الغنوص وأهل العلمانة وبالتأكيد فإن هذا التماهي المنهجي التنظيري بين الفريقين والمؤيد بجصور عملية تطبيقية اتخذ بعدا تحالفيا مدعوما بأعماق شعورية تضامنية مناهضة لسلفية أو سنية أهل السنة والجماعة هذه الفئة التي عدت لدى الفريقين الغنوصي العلماني فئة اتباعية سلطوية تكرس الجهل والتخلف والظلم والاستبداد ولابد من الخلاص منها بنظرهم عن طريق ثورة ثقافية تنويرية تتمثل بدين العقل وقد اتخذت الرغبة الجامحة لدى الفريقين للتخلص من الفهم السلفي أو السني للقرآن الكريم مسلكا واحدا هو التلفيق المنهجي والتنبيق الخطابي عبر التجوال المتواصل بين فلسفات وخطابات مختلفة شرقية وغربية وانتقاء ما يمكن إسقاطه على نصوص القرآن الكريم من مفاهيم إن لم تلغي المفاهيم السلفية المستقرة فإنها على الأقل سوف تشوش عليها وكان من أبرز هذه المحاولات الطعن في مفهوم التخاطب وتميع وظيفة اللغة ورفض فكرة الحقيقة والظاهر والسعي المستمر إلى تشتيت المعنى إلى درجة تأصل لا معنى وتمزيق جسد النص إلى أشلاء متناثرة وبعثرة المصطلحات وخلط المفاهيم حتى يصبح من الممكن استخدام أي شيء لأي شيء وبهذا الشكل فإن حقيقة النص تضيع في وسط الركام ومقاصده تنذثر وراء الأشلاء وتصبح كالبات النص ومفرداته أشبه بأحجار الشطرانج كلما كان اللاعب ماهرا كان قادرا على تحقيق الفوز وهكذا فقد استند الفريقان في هذه اللعبة على قوانين غير ملائمة لبنية النص ولا مراعية لوظيفته ومهمته لأنها مستقات من أصول مختلفة والقرآن الكريم يلفظها كما يلفظ الجسد المعافى عبر مناعته الذاتية الجرثومة الغريبة إذا ما أرادت أن تتسلل إلى بنيته إنه لمن المؤلم جدا أن نلاحظ الإصرار لدى الحلف العلماني الغنوصي على جرنا إلى متاهة مظلمة مجهولة باسم التنوير والتحرير في الوقت الذي نرى فيه أمامنا طريقا معبدا منورا يحتاج منا فقط أن نحث الخطى فيه وأخيرا لابد أن ألفت النظر إلى أن هذه الدراسة هي دعوة لمتابعة البحث في هذه الزاوية فهناك أبعاد أعمق يمكن اكتشافها وآفاق أوسع يمكن ارتيادها وليس هذا المقال إلا نواة لاكتناه الحقل الرمزي والغموضي بشكل عام والبحث عن الصلاة المجدولة بين التيارات الرمزية المختلفة كالأفلوطينية والقبالة اليهودية وأوجه التأثير والتأثر بينها وبين الفكر الإسلامي من جهة وبينها وبين الخطاب العلماني من جهة أخرى تم الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر